الحديث يعمل في محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية معنا من ميرلند نائبة رئيس التجمع النسائي في الحزب الجمهوري بوني غليك. ومن واشنطن العاصمة انضم إلينا المستشار القانوني السابق للرئيس جو بايدن عندما كان سيناتورا تشيب ريد. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ معك سيدة غليك. كيف تعرفين هذا التدخل الأجنبي الذي يخشى؟ ما الأفعال المحددة التي يمكن أن تعتبر تهديدات وتدخلا؟ محمد هذا سؤال عظيم. وأعتقد أن من المهم جدا بالنسبة للمشاهدين أن يفهموا لماذا الحكومات الأجنبية ربما تكون معنية بالتأثير على انتخاباتنا. خصومنا روسيا والصين وإيران هؤلاء مهتمون بتقويض ثقة الجمهور في انتخاباتنا. وهم يفعلون هذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والمزاعم بأنهم حاولوا اختراق الحملات المختلفة. وهناك أدلة على أن إيران اخترقت حملة ترامب الانتخابية. وشاطرت بعض المعلومات الخاصة بحملته مع حملة هاريس. لا نعرف هل حملة هاريس استخدمت هذه المعلومات التي وفرتها إيران أم لا؟ هذه أمثلة. دعيني أحمل السؤال بطريقة أخرى ومزاوية أخرى إلى سيد ريد. كيف يؤثر التدخل الأجنبي على العمليات الديمقراطية في الولايات المتحدة برأيك سيد ريد؟ أعتقد أن باني على حق إحدى الأهداف الرئيسية هي تقويض الديمقراطية. لا تنسى أن هذه الدول الثلاث روسيا والصين وإيران كلها حكومات سلطوية. وتريد من العالم أن يعتقد أن الديمقراطية هي فوضى. هذا ما يحاولون عمله ولكن هم أيضا يحاولون استغلال واستعمال وسائل غير قانونية لمحابات مرشع على آخر. باني وبحق ذكرت أن إيران تحاول تقويض حملة ترامب. أيضا هم اخترقوا حملة هاريس وحساب الرئيس بايدن أيضا الانتخابي. ولكن تركيزهم على الرئيس السابق ترامب. لأنهم لا يريدون له أن يصبح رئيسا من جديد. المشكلة الأكبر حسب الاستخبارات هي نفس المشكلة في 2016. وهي أن روسيا حاولت محابات حملة ترامب. وزارة العدل أمسكت ب32 موقع غير قانوني نيويورك تايمز، فاكس نيوز، سي أن إن. وأغلقت هذه المواقع. ولكن روسيا أكثر عدائية ونشاطا في محاولة التأثير على الانتخابات لمصلحة ترامب. حتى أكثر مما كان عليه الحال في 2016. إلى أي درجة غيرت التكنولوجيا معطيات وشكل المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة سيدة جليك؟ خاصة مع وجود منصات شبكات التواصل الاجتماعي. مع تسييدها للمشهد توجيهها للرأي العام. كونها هي الرأي العام في الواقع. التكنولوجيا هي أهم أداة يستخدمها خصومنا لتقويض انتخاباتنا. وبالتالي يستخدمون سواء كانت الصين تدفع بمؤثري تيك تاك مختلفين على أمل التأثير على الجمهور. أو روسيا تقوم بوضع منصات غير قانونية. كل هذا للتأثير على الناخبين. في هذه النقطة تحديدا إلى أي درجة يحرج مرشحا عن الآخر سيد ريد أن دولة ما أو جهة ما تسعى إلى خدمته في الانتخابات. إلى أن تقوض منافسة. هناك أناس يعتقدون هناك ديمقراطيون يعتقدون أن ترامب فاز على هيلاري في 2016 نتيجة للتأثير الروسي. أنا لا أعتقد ذلك. ولكن هناك شيء مهم بالنسبة لهذا النقاش حول التكنولوجيا واختراق الحملات الانتخابية. وهي أن تدخل الأجنب في الانتخابات كان موضوعا كبيرا. ناقشه الأباء المؤسسون في المؤتمر الدستوري في 1787. هذا الموضوع بدأ معنا منذ بداية البلاد. والخوف الأكبر كان من تدخل بريطانيا العظمى. والوسائل كانت بسيطة مثل حشو قسائم انتخابية في صندوق الاقتراع. الآن نحن في عصر الذكاء الاصطناعي والتحدي أكبر. والإف بي آي ومنظمات الاستخبارات تقول إنها أكثر استعدادا مما كانت عليه في 2016 أو 2020 لمحاربة هذه الآفة التي تؤثر على الديمقراطية الأمريكية. وسنرى ما سيفعلون. ولكن بالتأكيد هذا له تأثير على الانتخابات. سيد ريد. سيدة جليك. ابقيا معي سنعود لاستكمال هذا النقاش. قبل أن ننتقل أو نعود لزميلة ميرا لنرصد أماكن رصد محاولة التدخل الخارجي في أي الولايات وتأثيرها. إليك ميرا. نعم بالتأكيد محمد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في الخامس من نوفمبر 2024. يتجدد الاهتمام بالتهديدات الخارجية التي تستهدف الحملتين الانتخابيتين الديمقراطية. والجمهورية على حد سوى. ففي انتخابات 2020 التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن. نشر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تقريره غير السري حول التهديدات الخارجية للانتخابات الرئاسية الأمريكية. والذي كشف بأن هناك قوى خارجية منها روسيا بالتأكيد حاولت التأثير على سير هذه الانتخابات. وكان هدفها تشويه سمعة حملة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي. في تلك الانتخابات أيضا اتهمت الصين بالتدخل. لكن بكين قالت بأنه ليس لديها مصلحة في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال فيها إن بكين على استعداد لبذل كل ما بوسعها لكي ينهزم في محاولته للفوز بالرئاسة لفترة ثانية. بالانتقال أو العودة لانتخابات 2016 التي فاز فيها دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كليندون. في تلك السنة اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI 13 مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية. وجهت لهم مجموعة من الاتهامات بتهمة التآمر من أجل التزوير الإلكتروني وانتحال شخصيات وهمية. أيضا شهدنا في تلك الانتخابات اختراق البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية هيلاري كليندون. نعود إلى الانتخابات التي قبلها والتي فاز بها باراك أوباما مقابل مترومني الجمهوري. أوباما قال في 2012 فيما يخص موضوع التدخلات الخارجية. أشار وقال بأنه سيتخذ إجراءات ضد روسيا بسبب تدخلاتها المزعومة في حملته الانتخابية الرئاسية. واتهم روسيا أيضا باختراق رسائل بريد إلكتروني للحزب الديمقراطي. لكن الكريملين نفى ذلك. بكل الأحوال تعمل السلطات الأمريكية مشاهدين مجتمعة على تأمين هذه الانتخابات جنبا إلى جنب. مع الوكالة الفدرالية كوزارة الأمن الداخلي ووكالة الأمن السبراني وأمن البيئة التحتية. ووزارة العدل بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي. وخدمة التفتيش البريدي للولايات المتحدة. منعا لحدوث أي اختراق. نعود من جديد إليك محمد لمتابعة باقي الملفات. شكرا لك ميرا على كل هذه التفاصيل التي أعود بها إلى ضيفي سيد جيب بريد وغليك بوني. مرحبا بكما من جديد. سيدة جليك تابعت هذا العرض مع الزميلة ميرا. وقبل قليل كان يقول ضيفي سيد ريد كان يقول بأن هناك اعتقادا متزايدا لدى بعض الديمقراطيين أن هذا الاختراق ساهم في تغيير أو تعديل موازين القوى الانتخابية في داخل الولايات المتحدة. كيف يؤثر التدخل الأجنبي في كل انتخابات على علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى خاصة الحلفاء؟ السؤال المتعلق بالحلفاء هو سؤال مهم لأن الولايات المتحدة ينظر إليها على أنها الدولة الديمقراطية القائدة في العالم. وعندما تكون هناك تساؤلات حول حيادية ونزاهة انتخاباتنا على المستوى الوطني أو الولاي أو المحلي فإن هذا يخلق عدم يقين لدى حلفائنا. ونحتاج دائما إلى أن نكون متحدين كدولة دفاعا عن حيادية ونزاهة الانتخابات. وبشكل عام نحن نقوم بعمل جيد في هذا المضمار. ونظهر للعالم أننا نقدر ونقيم انفتاح انتخاباتنا وأيضا نزاهة انتخاباتنا. سيد ريد هل يدور في خلدك مثال محدد عن التدخل في الشؤون الأمريكية؟ كان له تأثير كبير ليس فقط ما يعتقده الديمقراطيون في نموذج انتخابات 2016 الذي أشرت إليه. وإنما بشكل عام في التاريخ الأمريكي الحديد. المثال الروسي هو أفضل مثال. الجمهوريون سيحاججون هل هذا سيؤثر على الانتخابات؟ ولن يتفق الحزبان على ذلك. ولكن هناك شيء مثير للاهتمام. قبل أقل من ساعة وزارة العدل وجهت اتهامات لمجموعة إيرانية من الهاكرز أو المخترقين. الولايات المتحدة تتخذ أسلوبا ومقاربة متشددة هذه المرة. الشرطة السرية أيضا زادت الحماية التي يتمتع بها المرشحين بما فيه من رئيس ترامب. خاصة بعد محاولتي الاغتيال. محاولة الاغتيال الثانية كان هناك شخص يلاحقه في ملعب الغولف. ثبت أن له علاقات مع إيران. وهناك تقارير في مجلتي تايم وأماكن أخرى أن إيران أرسلت أناسا كي يدفع مليون دولار للناس مقابل اغتيال ترامب. نحتاج أن نبقي أعيوننا مفتوحة على كل الجهود التكنولوجية والجهود الأقل تقدما والتي تهدف لملاحقة المرشحين. بالموازات مع إبقاء الأعين المفتوحة سيدة جليك. هل هناك حاجة إلى تدابير تشريعية تعزز أمان الانتخابات وأنظمة المعلومات أو حتى تنفيذية؟ أعداؤنا لا يتبعون قوانيننا وفكرة التشريع أن التدخل في الانتخابات هو غير قانوني. هذا تم عمله بالفعل. هذا قانون معمول به في الولايات المتحدة. ولا يمكن لك أن تتدخل في الانتخابات. وإنما التنفيذ هو المهم جدا. وتشيب تحدث عن كيف أن الشرطة السرية والإف بي آي كيف يركزون على التأكد من أن المرشحين في وضع آمن. وأيضا المرشحين على المستوى المحلي يجب توفير الحماية لهم. وكل التكنولوجيا والبنية التحتية. هذه يجب أن تؤمن. وكما قلت الحزبان يحتاجان لهذا في الولايات المتحدة للتأكد من أن هناك ثقة في انتخاباتنا. ما الدور الذي سيد ريد يجب أن يلعبه القطع الخاص في التخفيف من التهديدات الناتجة عن التدخل الأجنبي. واستمرارا في النقطة التي كانت تتحدث بها سيدة قليك قبل قليل. نذكر نموذجا حتى من خارج الولايات المتحدة. عند محاولات التدخل بالقرصنة في الانتخابات الفرنسية قبل الأخيرة. اتفقت وسائل الإعلام على سبيل المثال. على مقاطعة أي تسريبات تردها من مصادر من هذا النوع. ما الذي يجب أن يفعله القطاع الخاص في الولايات المتحدة في المقابل؟ القطاع الخاص له دور كبير. لأن الشركات مثل فيسبوك وجوجل والشركات الأخرى التي لديها هذه المواقع على الانترنت. حيث الناس تنشر أخبار زائفة فيها. هذه الشركات يجب أن تتوخى الحذر. البعض منها لا يقوم بما يكفي. حتى تيك تاك وهي شركة صينية استخدمت في محاولة لنشر المعلومات الزائفة. إذن كل هذه الشركات الداخلة في مجال الاتصالات يجب أن تنخرط في اجتثات الأخبار الزائفة. ومنع الذين يقومون بذلك ومحاولة مقاضاتهم. ما الحدود الفاصلة سيدة جليك أخيرا. ما بين التقييد. الخوف من التأثير وإشاعة الأخبار الزائفة. أو التدخل. ومن جهة أخرى التقييد الذي يمكن أن يوصف بأنه يؤثر على حرية الأمريكيين. في التعبير عن آرائهم أو صافهم. حتى وإن بدأت بعض الأحيان قاسية بالنسبة لما يتعلق بالسياسة. هذا سؤال عظيم والتوازن صعب. أن يكون لك حق التصويت في انتخابات هو إحدى أعظم الهدايا التي يمتلكها الناخب الأمريكي. أيضا هناك جزء من الدستور وهي العملية المعقدة هذه الأيام. وأعتقد أن كل ولاية خاصة المسؤولة عن توفير الأمن. هذه الولاية وصلت مقدار كبير من الموارد من أجل إحداث هذا التوازن. والقدرة على التصويت. وصلت. وصلت هذه الفكرة. دعيني الآن لديها ثلاثين ثانية فقط. سيد أريد. هل ستؤثر تدخلات وفق ما ترى حتى الآن في انتخابات 2024؟ أنا لا أعرف. أقول لا. أعتقد أن وكالات الاستخبارات والإف بي آي والشركات الخاصة تقوم بعمل كل ما يلزم. ولكن الأمر لا يمكن التنبؤ به. لا أحد يعرف ماذا سيحدث من الآن حتى يوم الانتخابات. من واشنطن العاصمة المسشار القانوني السابق للرئيس جو بايدن الرئيس الحالي عندما كان سيناتورا تشيب ريد. ومن ميرلند رئيسة وتجمع النسائي في الحزب الجمهوري بولاية ميرلند بوني جليك. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم.